موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخبار مسيرة مساء اليوم نبدأها بالعناوين الكافة يفاجئ الاهلي بهذا القرار قبل مباراة الصوبر الافريقي عماد متعب مديرا للكرة خلفا لخالد بيبو وكهربا يرتدي شارط قيادة الاهلي امام مديرن سبورت اليوم لاول مرة في تاريخ مفاجأة كبرى وراء افتعاد صفقة التونسي محمد علي بن رمضان موعد نهائي كأس الصوبر السعودي اليوم بين الهلال والنصر في البداية لا ننسى نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة في خطوة تعزز من فرص النادي الاهلي في الفوز بلقب الصوبر الافريقي اصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرارا هاما يتعلق بتسجيل اللاعبين الجدد هذا القرار يمنح الاهلي فرصة زهبية لتسجيل صفقاته الجديدة قبل مواجهة الزمالك في مباراة الصوبر الافريقي يوم 27 من سبتمبر المقبل بينما يظل مصير صفقات الزمالك معلقا على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد ايقاف القيد لنادي الزمالك اكد الاتحاد الافريقي ان اي لاعب قادم من دور خارجي يمكن تسجيله حتى يوم 31 من اغسطس الجاري مما يعني ان الاهلي يستطيع ان يسجل صفقاته الجديدة يوسف ايمن ويحيى عطي طالة قبل مواجهة الصوبر الافريقي هذا القرار يمنح الاهلي دفعة جديدة ويزيد من فرص الفريق في تحقيق الفوز على الجانب الاخر يواجه نادي الزمالك تحديات كبيرة حيث يعاني من ازمة ايقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فاذا تمكن الزمالك من حل هذه الازمة قبل يوم 31 من اغسطس اي بعد 10 او 11 يوم من اليوم فسيكون قادر على تسجيل صفقاته الجديدة والمشاركة في مباراة الصبر لعب اتحاد الكرة المصري دورا هاما في حل هذه الازمة وقام بتحديد موعد نهائي لكأس مصر يتوافق مع الشروط اللي وضعها الاتحاد الافريقي هذا القرار سمح للاندية بتسجيل صفقاتها الجديدة قبل الموعد النهائي المحدد من قبل الكأف في بادرة يتم مناقشتها داخل اروقة النادي الاهلي وهي رحيل خالد بيبو ومفاجأة بشأن المرشح لخلافاته حيث تتردد اسماء عديدة على السنة الجماهير بشأن من سيتولى منصب مدير الكرة الجديد تشير مصادر مطلعة الى اقتراب احد اساطير الكرة من تولي هذا المنصب فبعد ان حقق النادي الاهلي انجازا جديدا باحرازه لقب الدور المصري للمرة 44 في تاريخه هناك تساؤلات حول مستقبل الجهاز الاداري للفريقة هناك مصادر تؤكد ان لجنة التخطيط بالنادي ابلغت خالد بيبو مدير الكرة برحيله عن منصبه كمدير للكرة هذا الموسم وكان خالد بيبو قد تولى منصب مدير الكرة خلفا لسيد عبد الحفيظ في بداية الموسم الماضي 2023 وساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للعديد من الانجازات والبطولات في ظل هذا التطور بات اسم عماد متعب احد اساطير النادي الاقرب لتولي منصب مدير الكرة خلفا لخالد بيبو وتؤكد المصادر ان هناك تأييد كبير داخل لجنة التخطيط لتولي عماد متعب هذا المنصب نظرا لخبراته الكبيرة في الكرة المصرية والعربية وعلاقاته بلاعب النادي الاهلي ويشهد النادي الاهلي تغيرات ادارية واسعة حيث تسعى ادارة النادي الى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الالقاب في المواسم المقبلة اليوم مباراة الاهلي امام مودر نسبورت وايضا يخوض الاهلي هذه المباراة ويرتدي فيها محمود عبد المنعم كهراء واشارة قيادة الفريق امام مودر نسبورت على استاد القاهرة الدولي الساعة تسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في اخر مباريات الدور المصري ويخوض الاهلي هذه المباراة بمجموعة من اللاعبين الناشئين بعدما حصل على بطولة الدور المصري واستقر سامي قمصان المدير القائم باعمال المدير الفني على قائمة الاحمر لمواجهة مودر نسبورت اليوم على استاد القاهرة في اطار منافسات الجولة 34 حيث يخوض في حراسة المرمى بمصطفى مخلوف في خط الدفاع هناك خالد عبد الفتاح وهناك ايضا عمر كمال عبد الواحد ثم بعد ذلك يبدأ او يكمل بالناشئين مثل احمد عبدين وايضا رندروف وابراهيم عبد الحكيم في خط الوسط هناك ايضا ثلاثة او اربعة من الشباب محمد عبد الله ومصطفى بالخير واحمد اشرف وفي الهجوم محمود عبد المنعم كهربا ومعه ايضا ثلاثة او اثنان من الناشئين محمد رأفة ومحمود لبيب وقد استبعد النادي الاهلي كثير من اللاعبين منهم محمد مجدي افشا المباراة الساعة 9 مساء على استاذ القاهرة الدولي على قناة اون تايم سبوات كل توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في هذه المباراة ولكن ما موضوع استبعاد صفقة التونسي محمد علي بالرمضان هناك مصدر يكشف عن فشل صفقة محمد علي بالرمضان لاعب فرانك فرويس المجري موضحا ان الاهلي تراجع عن ضم اللاعب بنسبة كبيرة بسبب متغيرات فرضت نفسها على سوق الانتقالات هناك ايضا بعض المصادر تؤكد ان هناك بعض العروض السعودية التي جاءت لمحمد علي بالرمضان مما ادت الى تقليص فرص النادي الاهلي في الانتقال للنادي الاهلي فالنادي بدأ يعيد التفكير في الصفقة لبعض الاسباب موضحا ان فرص تعاقد الاهلي مع محمد علي بالرمضان باتت ضعيفة للغاية لكنها ما زالت موجودة وهذا سيكون مرتبط برحيل احد الاجانب الحاليين للفريق هناك ايضا بعض الاقالات من النادي الاهلي حيث كشف مصدر داخل الاهلي عن تقديم محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الاهلي استقالاته من منصبه حيث قرر تقديم استقالاته لمحمود الخطيب واوضح محسن صالح انه يرى ان الوقت الحالي هو الانسب لتقديم استقالاته خاصة بعد انتهاء هذا الموسم بعد انقضى خمس سنوات على رأس اللجنة ويرجع القرار الى الرغبة في الابتعاد عن العمل الاداري بعد فترة حافلة بالاحداث وايضا جاءت نتيجة طبيعية عقب انتهاء منافسات الموسم فضلا عن رغبة محسن صالح في الابتعاد عن الفترة العصيبة للنادي الاهلي عموما كل التوفيق النادي الاهلي وان الفريق اليوم في مباراة امام مدر نسبورد اخيرا مباراة الهلال السعودي والنصر السعودي اليوم في نهائي كأس الصوبر السعودي مباراة قوية تبدأ الساعة سبعة وربعة على ملعب استاد الامير سلطان عبدالعزيز الرياضية في نهائي كأس الصوبر السعودي المباراة تنقل عبر قنوات السسي السعودية بتعليق من فهد العتيبي وفارس عوض ومتحة شلمي في نهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته